يارب يشفيكم ويشفيني ويشفي كل مريض قولوا امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع اليوم عن اعراض تحرك دعامة الحالب وكالعادة هنتكلم عن كل تفاصيل الموضوع ولكن بشكل سريع فما تحرمناش من اللايك الجميل بتاعك اضغط اللايك ويلا بيرا نتعرف على التفاصيل لو وزنك زايد ومش عارف تخص او عندك دهون زيادة في منطقة البطن او دهون على الكبد او عندك جرسمك معدى او سكري او مشاكل في القولون والمصنع باعلى معايير الجودة العالمية من شركة ناتوريا طب اجيب ناتوريا منين ما انت عندك موقع وشركة الهشاب 2000 الهشاب 2000 الهشاب 2000 الهشاب 2000 الهشاب 2000 الهشاب 2000 في الوصفة هتلاقي لنك موقع الهشاب 2000 واللي من خلاله هتقدر تشتري المنتج بأقل سعر ويوصل لك لحد باب البيت سواء في مصر او في اي مكان في العالم وكمان تقدر تتواصل معانا على الواتساب من خلال الرقم الظاهر على الشاشة اما لو عايز تعرف اي معلومة تخطر على بالك عن الصمغ العربي سواء عن طريقة الاستخدام الصحيحة او عن فوائد الصمغ العربي فهتلاقي في الوصف لنك الموقع الوحيد باللغة العربية المتخصص بالكامل في الصمغ العربي في موضوع تحرك دعامة الحالب اثبتت الدراسات ان اكتشاف المشكلة في بدايتها بيقلل من المضعفات وبيسهل العلاج بنسبة كبيرة جدا ومن اهم الاعراض اللي لازم ننتبه لها هو وجود الم مستمر او متكرر في منطقة الخاصرة او اسفل الضهر وده بيحصل نتيجة الضغط اللي بتسبب الدعامة على جدار الحالب لما بتتحرك طبعا والالم ده ممكن يمتد كمان للبطن او الفخز في نفس الجانب وممكن يزيد مع الحركة او النشاط البدني وبيهدى شوية مع الراحة وانك تنام على ظهرك او تستلق طبعا مش شرط يكون الالم شديد في الاول لكن مع الوقت وزيادة الضغط على الحالب بيزيد تدريجيا وبيبقى من الصعب اننا نتحمله فمهم جدا اننا مع اول احساس بألم غير عادي نروح للطبيب فورا وكمان من الاعراض المهمة جدا هي حدوث نزيف او وجود دم في البول سواء كان واضح للعين او مجهري بيظهر يعني في تحاليل البول وده بيحصل علشان الدعامة المتحركة بتسبب جروح والالتهابات في جدار الحالب وبتظهر على شكل نقط دم في البول ولو اتكررت يبقى لازم نلجأ للطبيب فاسرع وقت علشان الدم في البول علامة تحذيرية مهمة وده حتى لو كانت كمياتها قليلة لانها بتدل على وجود قرحة او التهاب في الحالب ومحتاجة تدخل طب سريع بعض الحالات كمان بيحصل معاها حرقان وقلم شريد أثناء التبول وصعوبة في التحكم في المسانة وتكرار الرغبة في التبول بدون سبب تمام كلها اعراض لو لاحظناها يبقى فيه مشكلة في الحالب والدعامة اللي فيه من ناحية تانية تحرك الدعام بيقلل كفائتها في توسيع الحالب وتصريف البول هي محطوطة علشان توسع الحالب علشان تصرف البول سواء في ضيق او تشوه في الحالب وده بيسبب عرض تاني مهم وهو انتفاخ والتهاب الكلية على نفس الجانب وبيبان على شكل ألم وانزعاج مستمر في الجزء العلو من البطن وبيكون مصحوب في ارتفاع أحيانا في ارتفاع درجة حرارة مع الرغبة في القياء مع الألم الشديد وأحيانا بيحصل احتقان وتورم واضح في الجزء الجانبي للبطن اللي عليه الدعامة اللي هي بدأت تتحرك ولو ظهرت العلامة دي يبقى خطر جدا ومحتاج تصرف فوري من الطبيب علشان ما يحصلش قصور في وظائف الكلا وسموم في الجسم كمان ده بالإضافة للألم الشديد اللي انت كمان بتحس به لو فيه ارتجاع بولي للأسف كتير من الناس بيهملوا الأعراض دي أو بيفتكروا انها مجرد وجود الدعامة في الحالب هيمنح حدوث المشاكل دي وان الألم هيروح لوحده وده كلام غلط جدا لان الدراسات الحديثة أثبتت ان 40% وده نسبة كبيرة 40% من حالات زرع دعامات الحالب بيحصل فيها مضاعفات زي تحرك الدعامة والسبب الرئيسي فيها هو التأخر في اكتشاف الأعراض والذهاب للطبيب لانه كل ما العلاج يتأخر كل ما الالتهابات والجروح بتزيد في الحالب وبتقل فرص استعادة الوظيفة الطبيعية لها علشان كده لازم أي حد عنده دعامة في الحالب يتابع باستمرار مع طبيب المسالك ويعمل الفحوصات الدورية زي أشعة الأشعة بالموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية على الحالب بشكل منتظم علشان يطمن على استقرار الدعامة في مكانها الصحيح ويسأل الطبيب عن أي إرشادات أو نصائح ضرورية لاكتشاف حركة الدعامة مبكرا ويتجنب أيضا رفع الأوزان السقيلة والحركات المفاجئة والعنيفة اللي ممكن تتسبب في تحرك أو انزلاق الدعامة من مكانها ولما تظهر أي أعراض من اللي تكلمنا عنها قبل كده ما يترددش أبدا في زيارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة لأن التدخل السريع هو سر النجاح العلاج وتجنب المضاعفات الخطيرة زي التهاب الكلا وغيره ومن الأبحاث المهمة اللي أجريت على المضاعفات الناتجة عن تحرك دعامة الحالب في دراسة كبيرة تعملت في مستشفى جامعة هارفرد الأمريكية ونشرت نتائجها في دورية المسالك البولية الشهيرة وشملت أكتر من 600 حالة لزرع دعامات في الحالب تمت متابعة 600 حالة على فترة طويلة بعد الجراحة وأثبتت النتائج أن تحرك الدعامة بيمثل أكتر من 70% من المضاعفات ما بعد زرع الدعامة 70% دي نسبة يا جماعة ما شاء الله كبيرة جدا جدا ولنسبة حدوثه بتزيد بشكل ملحوظ في حالات الدعامة الطويلة اللي بتغطي مسافة كبيرة من الحالة كمان مع التأخر في إجراء العمليات التصحية لأكتر من 6 شهور بعد ظهور الأعراض الأولية وأوسط الدراسة في النهاية بضرورة المتابعة المستمرة مع الطبيب وعدم الاعتماد فقط على تحسن الأعراض كمؤشر لنجاح الدعامة في أداء وظيفتها حتى لو أنت أعراضك كويسة حتى لو ما فيش مشاكل لازم تتابع لأن في حالات كتير بيحصل تحرك جزء للدعامة بيسبب أعراض بسيطة مش بتاخد بلك منها لكن على المدى البعيد الأعراض البسيطة دي ممكن تبقى أعراض أو مضعفات خطيرة في دراسة تانية تعاملت في ألمانيا على مجموعة من المرضى اللي حصل معاهم تحرك للدعامة بعد العملية تم تحليل العوامل اللي ممكن تزيد منفرص حدوث التحرك ومن أهمها الأنشطة البدنية العنيفة وتناول بعض الأدوية اللي بتسبب تقلصات في جدار الحالب وأيضا من أحد المشاكل كانت السمنة الزائدة اللي بتسبب ضغط إضافي على منطقة الحوض وأوسط الدراسة توصيات الدراسة كانت عبارة عن إين؟ عبارة عن تعديل نمط الحياة قدر الإمكان للتقليل من تأثير العوامل دي والالتزام بتعليمات الطبيب بخصوص الأنشطة المسموحة والأنشطة الممنوعة خلال فترة ما بعد الجراحة يعني نتبع تعليمات الطبيب بدقة هيقول لك خلي بالك ما تشلش حاجة تقيلة ما تعملش كل اللي بيقول عليه الطبيب ننفزه كمان الدراسات بتأكد أن التشخيص المبكر والدقيق لتحرك الدعامة هو أهم عامل نجاح في العلاج وتجنب المضاعفات وده بيعتمد على التصوير الإشعاعي للحالب باستخدام الأشعة المقطعية أو رنين المغناطيسي مع منظار للحالب في بعض الحالات علشان تقييم درجة التحرك والجروح والالتهابات المصاحبة وبناء على نتيجة الفحوصات دي بيحدد الطبيب خطة العلاج المناسبة سواء بإعادة تثبيت الدعامة في مكانها الصحيح أو استبدالها بدعامة جديدة لها مقاس مناسب أو حتى أنها ممكن الدكتور ياخد قرار أنه يزيل الدعامة نهائيا في بعض الحالات اللي مش بتستجيب للعلاج التحفظي ومن ينساش أن السامر العرب له الشاب هو أفضل علاج طبيعي لمعظم حالات الفشل الكلوي وارتفاع الكرياتينين بس ضروري يكون من النوع له الشاب ولو استفدت من الفيديو هيشرفني ويدعمني أنك تضغط لايك للفيديو أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته